الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجاء بجماله عظمت جميع خصاله صلو عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله سائل يقول أنا أعمل قاضيا وأنا في حية ومن أمري كيف أفعل في أوقات الصلاة أنا لا أريد لأحد أن تضيع صلاته بسببي انصحني يا سيدي والله هذا سؤال جميل وهذا سؤال مهم وهذا يدل على صلاحك وتقواك وأنك تراعي أمور دينك إن الله يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا هنا كانت تفيد الماضي والحاضر والمستقبل والدوام إلى يوم القيامة ولذلك لا يجوز لك إذا وصل وحضر وقت الصلاة إلا أن ترفع الجلسة رفعة الجلسة كما يدير القضاة شعال ما الخطر القاضي تكون كاين قضية إما بسبب تعب أو مشورتين أو يسحق وثيقة أو يأخذ نفس أو لست أدري يقول رفعة الجلسة ملا على القضاة بش تبرأ الذن من تحهم بينهم وبين الله ويصلي صلاته وما يتسببش في أن يترك أحد الصلاة بسببه لأنه بانتظار الحكم والنداء على اسمه أو رقمه على القاضي أن يقول رفعة الجلسة يبدأ من صلاة الظهر يصلي الظهر وهو في جلسة فإذا حضر العصر رفعة الجلسة أربعة ساعة ويعود يستأنف والناس تصلي صلاتها ولا شيء عليهم قال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن تامات غير منقوصات كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة سائل يقول هل تجوز الصلاة على الميت بعد دفنه؟ نعم إذا نسيت ما صليتش عليه ولا الصلاة كانت باطلة ها إمام صلى بلا وضوء ناسي وتذكر كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلى في سبق الحدث ونسيانه المهم إذا أنسوا ما صلوش عليه ودفنه إذا كان الدفن حديثا ولم يتغير يخرجوه ويصليوا عليه أما إذا كان تغير ولم يكن الدفن حديثا لا لا يصلي فوق الأقبر كانت أحد المرأة اسمها مسكينة مرأة واسمها مسكينة كانت تذهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقم المسجد تقم المسجد معنى ترفع القمامة تنقي بتربيه وتحضرها يوميا تنقي بتربيه وتحضرها شوف النساء في وقت رسول الله ما كانوا يروحوا يدو كابا ويبيعوا في السدة عن نساء يبيعوا الملابس للنساء لا تنقي بتربيه وتروح فلما مرضت النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إذا ماتت عيطول آذنوني عيطول صلي عليها صلاة الجنازة ونام رسول الله للقيلولة وماتت المرأة فصلوا عليها ودفنوها فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بأنهم صلوا عليها ودفنوها غضبا قال ألب أقول لكم آذنوني قالوا رحمناك يا رسول الله يعني رحمة بك شفناك يا قد ما قدرناه شوف ناس مربيين ماشي كما احنا يدقدق لك فيه وتلقيلولة يدقدق لك في الليل وبيده وخطرت بخمسمية وخطرت يفتح أجراوي دقدق باش تسمعوا مليح قالوا له رحمناك يا رسول الله ما قدرناش أن نوضوك بعد ما فعلمنا بأنك نائم فذهب رسول الله والصحابة وصلوا على قبرها مسكينة روحوا إلى انترنت قرأوا حياة مسكينة هذه مرة صالحة صحابية كانت ما تهدرش بالزيف والو ترح للجامع ترفد القمامة وترميها شوف اجدرت بينها وبين الله صلى عليها رسول الله فوق قبرها رضي الله عنها وارضاها احنا ولو يجيبوا الكابات للسدة عنسا وتبدأ هاو حجب شباب هاو خمر مليح هاو صبار حسبنا الله ونعم الوكيل سائل من رهران يقول كيف اقضي صلاة الجمعة التي فاتتني قال علماؤنا عليهم ارضا ورضوان الصلاة تقضى كما وجبت يعني وجبت عليك انت يا صلاة الجمعة بالنسبة اليك انت الذي فاتتك رباعية لان لي صلي الجمعة يصليها زوج وزوج خطبات فاذا فاتتك الجمعة تصليها رباعية اذا انت تقضيها رباعية ما تقضيها الزوج فهمت يعني تقضيها صلاة الظهر تقضيها صلاة الظهر ولذلك قال العلماء الصلاة تقضى كما واجبت اللي وجبت عليك في الحظر تصليها أربعة ولي وجبت عليك في السفر تصليها زوج فهمتها أو لا 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 أرى إنسان مسافر ومن بعد وصل إلى بيته كيف يقضي صلاة السفر؟ جاوبوني كيف يقضي صلاة السفر؟ جاوبوني يقضيها قصرا يعني صلاة الظهر زوج العاصر زوج والعيش زوج والحظر يصليها تامة فهمتها أو لا لا الله فهمنا واللي فهم يفهم لمفهمش أحنا ندير المفتاح وربي هو الفتاح والله عمر داركم بالخير والبركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته